قتل أحد عناصر تنظيم داعش والدته أمام جمع من الناس في وسط مدينة الرقة في شمال سوريا بعدما طلبت منه التخلي عن التنظيم وفق ما أفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان المعارض وقال المرصد أن أحد عناصر داعش البالغ من العمر 20 عاما أبلغ التنظيم عن والدته لأنها طلبت منه ترك الداعش والفرار خارج سوريا فعمد عناصر التنظيم إلى اعتقالها ليقوم ابنها بعد ذلك بإعدامها بإطلاق النار عليها أمام مئات المواطنين قرم مبنى البريد في مدينة الرقة حسب المرصد هذا وانتشر على موقع تويتر هاشتاج داعشي يقتل والدته مع تعليقات تنتقد وتندد بعملية القتل حسب ما نقلت وكالة الصحافة الفرنسية